عرفة يا شيرين أنا كأم ما بقدرش أمنع بنتي إن هي تبقى مسكة لتيك توك يعني أنا ما قدرش كموزيع أطلع أقول لازم نمنعهم والتليفونات لأن أنا هبقى كدابة أنا بدخل على بنتي وبتخانق كتير وبعمل مشاكل كتير وفي الآخر ما بحكمش برضو يعني ما بقدرش أعمل كنترول تماما على التليفون اللي في إديها إحنا دلوقتي في جيل استحالة تخدي منها التليفون واستحالة تقول ليه لا وريني بتعملي يعني ممكن تبصي من بعيد اخترقتي لخصوصية بزيادة هتبقى أم شريرة يعني علشان كده إحنا بنقول لازم أعرف مفهوم كده للناس مفهوم المنع الزكي إيه بقى المنع الزكي المنع الزكي المنع الزكي يعني أني أنا أولا الجيل بتاعنا ده مش جيل للنصح المباشر خالص لا لا خالص ده جيل تقديم النموذج يعني أسلوب التربية الأمثل ليه تقديم النموذج يعني إيه يعني أنا لما أجي أمنع حاجة لازم يكون عندي زكاة لإني خليني برضو ألقي الضوء على أني منع الشيء فجأة يؤدي إلى شراها في استعماله الممنوع مرغوب بالظبط إحنا متربين على الممنوع مرغوب أي حاجة بقولها لا يبقى أوه على طول فطبعا الأمهات لازم تتنبه أيه طبعا أنا هرد عليك حتة حتة استنيني بس يا دكتور استنيني بس أول حاجة عشان عارفة أن الأمهات كده والستات هترد علي حالا دلوقتي وأنا اللي بقولها لك كمان كإمام مختار أول حاجة لما باجي يعني أقرب طريقة خلاص وبعمل أكاونت زيها عشان هتابع هي بتنزل إيه بتكلم مين شات مع مين بتعملي هايد يعني معظم الأمهات معامل لهم إخفاء يعني بنتك أو ابنك بيعملك إخفاء من الحالة أو الستوري اللي بيحطوها أو بلوك من الابليكيشن لأن أنت مهما تدوري ما تلاقيهوش نعمل إيه بقى في هايد نعمل إيه إن إحنا ده ما يجيش فجأة أصلي ومش بقول إن أنا أدخل قاعد وقاعد أعمل كده أبص على الحاجة اللي هي بتشوفها لأ طبعا مش كده خالص أنا لازم أتابع سلوكياتها يعني المشكلة إن فيه أمهات كتير يعني ضد مبدأ إن البنت تفضل أو المراهق يبقى في قوضة مغلقة مقفولة عليه بالسعيد أنا ضد المبدأ ده خالص يعني ضده تماما لإني ده ممكن يوصل لمراحل من العزلة والتوحد والاكتئاب الأم لازم تدخل وتقرب من فكر بنتها أو ابنها بالتدريج لازم تنزل شوية لمستوى تفكيره وتقعد تتناقش معاه وتشوف من بعيد وتتابع من نوعيات أصحابه وتبتدي كمان تقرب وتجيبهم له البيت بحيث فهمه أصلي حضرتك بحيث إن هي تقرب من الجروب كله إن هي تنزل لمستوى تفكيرهم الصداقة مهمة جدا 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 إن أنا أنامي عند المراهق ترمومتر أنا مقدرش أمنع على فكرة لأنه أنا لو منعت في البيت قدامي هيروح يتفرج مع صحابه برا أو تتفرج مع صحابه برا لا هو بجد بجد نادرا لما في أهل بيمنعه هو دلوقتي 5% المنع المفاجئ مبدئيا ممكن يعمل اكتئاب ما فيش أطفال بتسمح بداد دلوقتي داد بيبعنده 12 سنة ولو مامته خدت منه الموبايل ولا قيت له أنت بتعمل إيه بتبقى جنيه وعيات وحالة نفسية لأنه بيتعرض بالفعل الاكتئاب على فكرة بيتعرض لبانيك لو من كتر إدمانه ما هو ده المرض اللي صراحت به منظمة الصحة النفسية إن إحنا عندنا مرض نفسي اسمه إدمان الإنترنت إنما أنا بقول إن إحنا لازم نحط البديل